هذا وشدد شكري على ضرورة انتهاج سبيل الحوار للتوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية وأشار شكري إلى تأثر مصر من تداعيات الأزمة الأوكرانية كغيرها من اقتصادات العالم بسبب تداعيتها على الأمن الغذائي والطاقة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد أكد شكري أن حل الدولتين أمر أساسي لاستقرار المنطقة أكيد تناولنا القضايا الدولية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا حيث أكدت مصر مرة أخرى همية التوصل إلى حل دبلوماسي يرتكن إلى الحكمة وإلى الحوار لانتهاء الأعمال العسكرية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية دبلوماسية تعفي التبعات التي ترتبت عن الأزمة في أوكرانيا بالتأكيد أن هذه الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي فيما يتعلق بالطاقة الاقتصادية العالمية وتأثرها بالتضخم وسلسل الإمداد وانقطاحها كلها أمور يجب العمل على تجنبها لأننا نأتي بعد أخاب سنتين من جائحة الكورونا وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية عديدة بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بإسهاب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية همية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين وعصمتها القدس الشرقية